تصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزر القوى السياسية بترشيح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة بحكومة قوية وقادرة على بناء البلد وحفظ الأمن هكذا تعهد محمد السوداني أن يكون برنامجه الحكومي عقب تكليفه من قبل الإطار التنسيقي برئاسة الحكومة وعود ليست بالجديدة على مسامع العراقيين التي سئموها وتيقنوا أنها ليست أكثر من جرعات تخدير تمنح أحزاب السلطة مهلة ومتنفسا أمام غضب الشعب المتنامي السوداني الذي كلف بتقديم كابينته الحكومية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما قال إنه سيرشح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة قادرة على إنجاز مسؤولياتها دون أن يعد بأنه لن يلجأ إلى الغرف المظلمة للتفاوض مع الكتل بشأن توزيع الوزارات وفقا لأهميتها وما يمكن أن تدره من أموال بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي قالت إن المحاصصة الطائفية باتت تقليدا ونهجا رسخته أحزاب ما بعد عام 2003 وأتاح لها تمرير نظام يبيح سريقة أموال العراق ليغدو هذا البلد الغني بالنفط منكوبا يفتقر شعبه للرعاية الصحية ونقص الخدمات ويئن تحت وطأة الفقر والبطالة والتعليم الفاشل وأعلن رفضنا لهذه الطبقة الحاكمة جملة وتفصيلة شبكة بي بي سي البريطانية في تقرير لها أكدت أن العراقيين متشائمون للغاية من السياسيين الذين يحرصون على خدمة مصالحهم وغاياتهم الخاصة فقط ووثقت انعدام ثقة الشارع بالعملية السياسية التي رسمت معالمها أمريكا وحافظت عليها إيران على مدى السنوات التسعة عشرة الماضية والتي حولت العراق إلى دولة فاشلة تحكمها الميليشيات بحسب نيويورك تايمز ورغم ذلك فإن كلا من واشنطن وطهران مصرتان على مواصلة دعمهما لطبقة سياسية فاسدة ومنح الضوء الأخضر للفتك بشعب يهتف مناديا بوطن حر ذي سيادة